بسبب الضلمة سهيل بيغيز سمر وبيثير غريتها على جمال مش بس كده سعيد بتعمل مقلب في سمر وتعالوا نشوف لان الاحداث كلش قوية ممكن في الحلقة 110 111 112 في الحدود دي الحلقات بقت قصيرة جدا والحلقة اللي كنت بعملها دلوقتي بيعملوها في حلقتين طب تعالوا نشوف سهيل لما راح المكتب وشاف جمال وفريدة بيأكلوا ضلمة اخد شوية وراح بيهم على البيت وحطوا على الترابيزة وصبر بتيجي من بره جعانا وبتاكل من الدلمة دي وبعد كده سهيل بيقول ان الدلمة دي من عميل فريدة وطبعا بتكون متغازة جدا وبتقول ان هي مش حلوة وبرد سهيل وبيقول ان جمال وفريدة كانوا قاعدين النهاردة منساجمين في المكتب وقاعدين بيأكلوا ضلمة وكانوا مبسوطين جدا على فكرة جمال بيحب الدلمة جدا من ايد فريدة وطبعا كانت متغازة ومضايقة جدا بعد ما بتسمع الكلام ده من سهيل وبعد كده مديحة بتيجي وبتقول سهيل يخف شوية على سمر ويبطل دايما يضايقها بالكلام لانه دايما بيخليها تغير وبيغلس عليها وبعد كده بتبقى عايزة سمر تعمل دول مع بيديها علشان خاطر تودي لجمال في الشركة وتفاجئه بالاكلة اللي بيحبها علشان كانت غيرانة جدا من فريدة وبتروح فعلا عندي مديحة في المطبخ ومديحة بتعلمها وبتعمل كل حاجة زي ما بتقولها علشان خاطر تفاجئ جمال في المكتب وتوديله الاكل اللي بيحبه ومديحة ساعتها قالت ان هي مش هتعرف برضو تزبط المئدير ولا تعرف تعمل الدلمة زي فريدة ما بتعرف تعملها لان جمال بيحب جدا الدلمة من ايد فريدة وساعتها سمر قالت لها اسكوتي انتي انا هعملها احسن من فريدة وانا اللي هواديها لجمال سعاد بتكون متضايقة من سمر بتروح وبتحط لها ملح كتير او شطة على الدلمة دي وبعد كده بتروح سمر على الشركة وبتقولي جمال ان هي جايباله الاكل اللي بيحبها وبعد كده جمال بيدوق وبيلاقي ان الاكل وحش جدا بس بيشكر قدامها وبيقول يعني تسلم ايدي كويس علشان ما يحرجهاش وسمر ساعتها لما بيخرج جمال بتدوق الاكل وبتلاقيه فعلا مش حلو خالص وبتعرف ان سعاد عملت فيها المقلب ده وفريدة كانت بتضحك على سمر وبعد كده بتروح سمر على البيت وبتهزق سعاد لانها هي اكيد اللي حطت الملح الزايد او الشطة في الاكل ده وبتقولها دوي الاكل ده انتي اللي خلاك تحطي فيه الشطة دي وفضلت تهزقها وسهيل يدافع عن سعاد ويقول لزمر سبيها انتي اللي اكلك وحش وكمان جمال مش بياكل الدلمة غير من ايد فريدة وبس والفيديو بيخلص وحبيت اقول لكم الموقف اللي حيحصل في مساسة الحيرة والاحداث الجاية كلش قوية مشتركوا في القناة في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد باي باي اشتركوا في القناة